كتعاني اختي من تصبغات كتعاني من الخلاة دي الجيل الميتة عندك الجسم ديالك اللون دياله غير موحد بغيتي الجسم ديالك يقول لي كيشعل بالبيوضة يقول لي في حال حليب اليوم هنعطيك واحد تبريمة خطيرة ديال الكوكاكولا والصابون ديال ضوف لما جربتيش هالتبريمة اراه ما جربتيه والتبريمة كتطير لك حال وخيكون ديال عشر سنين هالتبريمة كتصفي كتوحد لون ديال الجسم كتقضي على لاطرس ديال الصندارة او ديال الصباطي لعندك في رجيلة ديالك او لعندك الركابي ديالك كوحل او لصحة الايبت او لعنق ديالك او لرقبة او لأي مكان في الجسم ديالك ديلي هالتبريمة هدي وتفكريني لعرسك قريب او لعندك شي مناسبة او لبغيت يتلاي فراسك سنقول لكم مرحبا ب تبريمة اللي ممكن دياله في الحمام ممكن دياله غير في الدار شي حاجة اللي روعة واروع ما غتجر به هالتبريمة هدي وانا متأكدة غتراجعي تشكريني عليها في التعليقات يلا ندزوا دابا تشوفوا معايا التبريمة قيدوا لي هاد المكونات هادو والتبريمة رأي سهلاء المكونات دياله كلها متوفرة غير في المنزل ديالك هدي ندعو على بركة الله اول مكونات نفر الوصفة اللي هو الصابون ممكن تاخدي اي نوعية عندك ديال الصابون اللي متوفرة لك في المنزل ديالك هدي ناخدو تقريبا واحدة الخمسة اللي معالك كبار تلساء ديال الصابون مبشور يعني غتتحكيي هاكا في الحكاكة كما غتشوفوا معايا هنا في الفيديو وما تنسوش الزوينة ديالي تخليوا حتى تايك الفيديو لذلك ما تنسوش تصابونة وفلاشيني لك توليال وما تنسوش تخليوا ليها اللي بغيتوشي وصفة أسفل فيديو في التعليقات اللي محتاجة شي وصفة وما تترضيش اختي انك تكتبيها ليها بتعليق اسفل فيديو وشكرا لكم البنات بزاف بزاف غادي نبدو كما تشوفوا معايا نوجدو الاول حاجة اللي هي الصابون بهذه الطريقة هادي وهنا في بعيد الحال غتتاخدوا القياس اللي بغيتو ديال الصابون يعني ممكن تديروا كيميا اكتر من هالكيميا اللي غادي نحضر معاكم انا على حسب اللي بغيتو انتوم اه تناخدو تلك الصابون اللي وجدنا تنديرو في شيز لافا ومن بعد تتاخدي الكوكاكولا تقريبا غن ناخدو واحد الكاس اللي يكون صغير اللي غنضيفوه على هاد الصابون وغنخليو هاد المكونات بجوجة اهل الجانب حتى دك الصابون يدوب ويتطلق معانا وعاد من بعد غادي يرجعو لي عبا غنضو زور موجودو المكونات الاخرى اللي غادي نحضره بها اه تبريمة هالتبريمة صراحة البنات ركا تقضي على السواد خصوصا ديال الركاب يعني ديال السواد اللي كيكون ما كيبغيش يتحيط اه السواد اللي كيكون يعني في القدمين بحالشي لا طرس عندكم في رجلات ديالكم ديالشي صندالة او ديالشي حاجة اه كذلك ممكن ديروها العنق الرقابة يعني البلايس اللي عندكم فيهم دوك التصبغات اللي كتكون شديدة وما كتبغيش تحيط طفيا غنخلي هاد المكونات بجوجة بلا ما يدوب دك الصابون وغادي رجعو ليهم وده با غد ندوزو ندوزو تشوفو معي المكونات الاخرى بالنسبة المكونات الاخرى اللي غادي نحتاجو عندنا اول مكون اللي هي الحنة الحنة زوينا بزاف خصوصا اللي كنتو محضرينها يعني انتو ما الحنة اللي كتكون طبيعية وكتكون مطحونة على اليد كناخدو معيلقة كبيرة كما كتشوفو معي في الفيديو ثاني مكون عندنا في الوصفة اللي هو اوراق الصدر اوراق الصدر مطحون كناخدو كذلك ملعقة كبيرة كما كتشوفو معايا ومن بعد غناخدو الكوركم كذلك يكون طبيعي الكوركم مزيان بزاف خصوصا اللي طاش اللي كيكونو ديال الكلف يعني البقع الدكينة الاتار ديال الحبوب اللي كيكون في الجسم يعني زوين الكوركم بزاف وكي تيوحد لنا اللون ديال الجسم وكيفتح لنا اللون من بعد غناخدو البنات النيلة الزرقة من احسن تاخدو ديك اللي كتكون على شكل حجيرات وكتدقوها وهي هادي كما كتشوفو معايا هنا راني دقيتها هي اللي كتكون زوينة يعني هاد النوعية زوينة بزاف وغادي نديرو منها غير واحد دراس معي لقا كمشتو معايا من بعد غناخدو الشوفان ممكن تعاوضو بدقيق ديال الروس بنسبة لها المكوينة كلهم هرا تيفتحو لنا من لون ديال الجسم ويعطينا واحد توحيد ديال اللون مهم زوينين بزاف عندنا الشوفان غن ديرو ملعقة كبيرة وعندنا كدلك دقيق ديال الحمص كما قلت لكم بالنسبة هنا دقيقة الشوفان ممكن تعاوضو بدقيق ديال الروس اللي متوفر ليكم غن ديرو ملعقة كبيرة كما كتشوفو معايا ثم بعد غنضيفو دقيقة ديال الحمص اللي هو هادا حتى هو ملعقة كبيرة هادو هم المكونات كما كتشوفو معايا مكونات اللي ساهلين ولكن صراحة تعطيوا واحد نتيجة اللي زوينة بزاف خصوصا للبنات اللي تيبغيوا الجسم ديالهم كامل يولي اللون ديالهم موحد وشي حاجة يعني اللي ساهلة هاد الوصفة هادي ساهلة تبريمة تديلي هالجيسن ديالك كامل بشي الحمام غادي تشلي وغادي تضربها واحد الحكة واحد الفركة الجسم ديالك هرا منعود شليك غادي تشوفي الجسم ديالك الاوساخ اللي غادي تحيد ما كتبغيش قاعد تسالي يعني اصبقى يتحكي وتعود يتحكي وتعود يتحكي وتشلي حتى غادي بيالك الجسم ديالك يعني ولا كيش عال هنا من بعد ما قدرنا هاد المكونات غادي نخلطوهم هاكا مزيان هاد المكونات الجافة ومن بعد غادي ناخدو هاد الخاليط اللي وجدنا من قبل وغادي نضيفوه على هاد المكونات سافقوا نخلطو كل شي مزيان بعد ما تنخلطو مزيان الوصفة تنديروها الجسم ديالك كيف ما أسبق لي وذكرت ليكم ممكن تمشو الحمام وتديروها في الحمام وممكن تديروها غير في الدار يعني لحسب اللي بغيتو انتوما ممكن تديروها غير مثلا القدمين ديالكم او للركب او للعنوق والرقبة يعني البلايس اللي انتوما بغيتو يعني بياضو دروليم هاد التبريمة هادي وكتخليوها البلاس واحد خمسة وعشرين دقيقة احتر نصف ساعة يعني كتشلو ديك البلاسة وكتحكو بالكيس او لا بالليفة تيتحييد كل شي قاعدوك تصبوغات تيتطيرو خصوصا اللي درتوها واحد جمهات في الأسبوع سننملكم واحد نتيجة مية في المية ونتيجة اللي زوينا بثاف احتى البنات اللي عندهم الحبوب احتى وارا كيتحييد البنات ولا طرس دياله كذلك طفية غنخلط مزيان التبريمة ومبعد غنرجع معكم وهذا هو شكل دياله هذا هو شكل دياله البنات كتديروها الجسم كامل ويا سلام تبريمة من ارواع التبريمات اللي غادي تجربوهم وزوينا بثاف وهذه الوصفة اللي بغيت نترطجه معكم اليومة إلا بغيت تطورين شي حاجة خليوا ليستعليقات أسفل الفيديو وسنقول لكم شكرا لكم على المتابعة ونطلقوا أكيد مع وصفة جديدة ومع الفيديو جديد وفي أمان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم